يسود الهدوء الحذر قطاع غزة بعد يومين من التصعيد والقصف العنيف فبعد وساطة مصرية أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة وقفا لإطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي قد ينهي أعنف جولة بين الجانبين منذ العدوان على القطاع عام 2014 حركة حماس أكدت أن المقاومة ستلتزم بوقف إطلاق النار طالما التزم العدو به وفي وقت سابق أوعز المجلس الأمني الوزاري المصغر حكومة الاحتلال إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمليات العسكرية في غزة وفق ما تقتضيه الضرورة الأمر الذي قد يشي بقبول إسرائيلي بالتهدئة وكان قصف الاحتلال على مواقع مدنية وأخرى للمقاومة في القطاع أدى لاستشهاد السبعة فلسطينيين وإصابة العشرات إلى جانب تدمير ثماني بنايات مدنية منها فضائة الأقصى التابعة لحركة حماس في المقابل أمطرت الفصائل الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية بأكثر من 400 صاروخ ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المستوطنين